ما حكم من مر أمام سترة المصلي ما بين السترة والمأموم فإنه يفعل محرما نعم إذا مر بين الإمام وسترته أو مر قريبا من الإمام الذي لم يتخذ سترة فإنه يأثم بذلك إثما عظيما نعم قد قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر من أمام المصلي وحكم صلاة الممرور أمامه الصلاة صحيحة نعم إلا إذا كان المار امرأة أو حمار أو كلب كما جاء في الحديث أحد هذه الثلاثة إذا مر من أمام المصلي بينه وبين السترة أو قريبا منه إذا لم يكن له سترة إذا مرت هذه الأشياء الثلاثة فإنها تبطل صلاته أما المار غير هذه الثلاثة فإنه لا يبطل الصلاة نعم